اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة تونسنا اكدت مصادر مطالعة انه على اثر زيارة الوزير الاول الليبي عبدالرح ملكيب تحصلت تونس على هبا بقيمة 100 مليون دولار وقرض طويل المدى دون فوائذ بنفس القيمة من السلطة الليبية وكانت السلطات التونسية تقدمت مؤخرا بمشروع تعاون بين البلدين يضم في جانب منه موضوع ومساعدات مالية ليبيا الى تونس قدم رئيس لجنة تقصي الحقائق توفيق بودربالة التقرير النهائي الخاص بضبط قوائم الشهداء وجرح الثورة الى سامير ديلو وزير الحقوق الانسان والعدالة الانتقالية الذي صرح ان التقرير سيمثل وثقة مرجعية لتحديد القائمة الحقيقية لشهداء والجرحة تقرير لجنة تقصي الحقاق والتجاوزات الاخيرة والذي يبدو انه لم يلقى الاجماع بين اوساط المجتمع المدني واهالي الضحايا وحتى نقابات الامنة ها هو يقدم اليوم لوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بعد ان تم تقديمه في فترة سابقة للرؤساء الثلاثة وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سامير ديلو اكد عقب لقائه برئيس اللجنة بان هذا المجلد والذي يحتوي على ارقام وتفاصيلات ستساعد مستقبلا في كشف الحقيقة حول اعداد الشهداء وجرح الثورة الرابع عشر من جنفي وان تجميع القوائم سواء التي سيقدمها الولاة عن كل ولاية او عن اللجنة سيساهم في كشف جزء من الحقيقة فكل ما اعد من الثورة الان من اعمال اللجان ومن تقارير سيكون مادة من المواد الاساسية التي ستعتمد في مسار العدالة الانتقالية ولكن بالطبع هناك مسارات اخرى هناك هيئة مستقلة ستشغل هناك لجان لكشف الحقيقة وهناك اجراءات قضائية واجراءات اخرى غير قضائية هذا التقرير والذي اصبح حديث الساعة في تونس بين الاوساط السياسية في البلاد لكونه يمثل جزءا من صورة يتوق التونسيون لاكتمالها صورة يراد بها معرفة حقيقة فك لغز القناصة ومن اعطى الاوامر للقتل ومن شارك في ذلك اسئلة لا يبدو لها نهاية في كل هذه الضبابية المنتشرة والى شأن العالمي ونبدأه من ليبيا حيث تعارض عضواني من المجلس الانتقالي مساء الخميس لمحاولة اغتيال في مطار بنغازي على ايدي مجموعة مسلحة واتهى مع عضو المجلس مجموعة مسلحة تابعة لمجلس برق العسكري بالوقوف وراء العملية وقال انه حاول التفاهم مع المجموعة قبل اطلاق النار مع اقتراب موعد الجولة الاولى من الانتخابات المصرية تشتد المنافسة بين المرشحين في وقت كشفت فيه مصادر عن نتائج غير رسمية لانتخابات الجالية المصرية بالخارج التفاصيل في هذا التقرير اسبوع فقط يفصل المصريين عن موعد اختيار مرشحهم للرئاسة ومع اقتراب موعد الجولة الاولى من الانتخابات والمقرر اجراؤها يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من ماي تشتد المنافسة بين المرشحين ويسعى كل بتريقته الى تعبئة اكثر عددا من النخبين جماعة الاخوان المسلمين وضعت كل ثقلها لدعم مرشحها محمد مرسي واختارت تنظيم مظاهرة في شكل سلاسلة بشرية دعائية انتشرت في الشوارع والميادين الرئيسية لاستعراض قوة الشعبية التي تحظى بها جماعة الاخوان وبهدف التأثير عن الناخبين وقالت حملة مرسي انها جهزت لاكبر سلسلة بشرية في العالم لدعم مرشحهم والسعي لدخول موسوعة الارقام القياسية بتلك السلسلة عمرو موسى من جهته يسعى الى اقناع الناخبين بقطعه النهائي مع النظام السابق وفضل لقاء مناصري في لقاء جماهيري بحضور الصحفيين والاعلاميين لابداء المشورة في الانتخابات الرئاسية وفي الفترة الاخيرة تدعمت حضوظ المرشح عبد المنعم ابو الفتوح خاصة بعد اعلان مجلس الشورى دعمه للمرشح ومع اقتراب الصمت الانتخابي دعا ابو الفتوح انصاره للمشاركة في مسيرة لدعمه لكن المرشح احمد شفيق احد وجوه نظام حسن مبارك والذي اثار ترشحه جدلا واسعا يواجه صعوبة كبيرة في اقناع المصريين بالتغيير الذي وعد به ودارت اشتباكات بين مؤيديه ومعارضين له خلال مؤتمر عقده لحجد مناصريه وفي مشهد مماثل للرئيس بوش القى احد المعارضين حذاءه تجاه شفيق مما دفعه الى مغادرة المؤتمر تسارع وتيرة الحمالات الانتخابية يتزامن مع ظهور نتائج الانتخابات الاولية غير الرسمية بالنسبة للمصريين في الخارج حيث كشفت المصادر حصول عمرو موسى على اعلى الاصوات في استراليا فيما حصل مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي على اعلى نسبة اصوات في السودان اما المرشح منعم ابو الفتوح فكان له نسب الاسد من اصوات الناخبين في بريطانيا شهدت سوريا اليوم مظاهرات طلابية مناهضة للسلطة في جامعات حلب ودير الزور ودرعة وقد طالب المتظاهرون بالافراج عن المعتقلين واعادة الطلاب المبعدين عن المدينة الجامعية وتأتي هذه المظاهرات في ظل تسجيل خروقات لوقف اطلاق النار واستمرار العنف والعمليات العسكرية الازمة في سوريا تزداد احداثها غموذا يوما بعد يوم وتحمل اطوارها مفاجأة غير متوقعة فقد اعلن الامين العام للامم المتحدة بانكيمون ان القاعدة يمكن ان تكون مسؤولة عن تفجيرين بسيرتين مفخختين وقع في دمشق الاسبوع الماضي وادى الى مقتل خمسة وخمسين شخصا واسابة ثلاثمائة واثنين وسبعين اخرين وتوصلت المظاهرات المطالبة برحيل بشار الاسد من بينها مظاهرة في حلب جرت بحضور المراقبين الدوليين وقد اختار الناشطون شعار ابطال جامعة حلب لمظاهرات الجمعة تحية لجامعة المدينة التي قتل فيها اربعة طلاب قبل اسابيع برصاص قوات الامن التي اقتحمت الجامعة عقب تظاهرة طالبت باسقاط النظام وقد اعلنت جماعة من المعارضة ان قوات الحكومية السورية قسفت مدينة الرست والتي يسيطر عليها مقاتل الجيش السوري الحر ويمثل هذا القصف جزءا من حملة نجاريات ولا ايام تحاول قوة النظام من خلالها استعادة السيطرة على المدينة وتأتي هذه الاحداث في وقت تعرف فيه المعارضة السورية انقسامات داخلها مع اعلان رئيس المجلس الوطني برهان غليون انسحابه فور اختيار بدين له وذلك على خلفية انتقادات حول اعادة انتخابه للمرة الثالثة وهيمنة جماعة الاخوان المسلمين على قرارات المجلس الذي يضم غالبية المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد الاستعداد للانتخابات التشريعية الفرنسية المقبلة مثلا محور اللقاء الذي جمع زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين اوبغي ورئيس الوزراء الفرنسي جون مارك ايغو التقت زعيمة اليسار الامينة الاولى للحزب الاشتراكي وابرز الغائبين عن الحكومة الفرنسية الجديدة مارتين اوبغي رئيس الحكومة جون مارك ايغو لتبحث سبل الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة وقالت اوبغي التي رفضت المشاركة في حكومة ايغو ان لقاها مع رئيس الحكومة يندرج في اطار حزبي وليس حكومي واكدت انها قائمة في الاولويات الانتخابية التي يجب تداركها مع رئيس الحكومة ومن جهة اخرى تعهد ايغو في حوار ادلبي لفرنسان تير بمكافحة التقشف المفرد وتحسين ادارة المالية العامة بالاضافة الى تقليص رواتب كل اعضاء الحكومة الجديدة بنسبة 30% كما تعهد بالتشاور مع المدرسين والجهات المعنية ومن لهم القول الفاصل بشأن مسألة الجداول الزمنية المدرسية فيما يتعلق بتحديد الاسبوع الدراسي من خمسة ايام طالب مجلس الامن الدولي السودان بالانسحاب الفوري ودون شروط من اقليم ابيي الحدودي المتنازع عليه مع جنوب السودان وجدد تفويض بعثته لحفظ السلام في المنطقة وتأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه جيش الجنوب السودان الاربعاء عن قرب حصوله على صواريخ مضادة للطائرات للدفاع عن اراضيه تظاهر الاف الايرانيين في شوارع طهران وفي عدة مدن اخرى استجابة لدعوة اطلقتها السلطات الايرانية ومجلس تنسيق الدعاية الاسلامية احتجاجا على مشروع اقامة اتحاد بين السعودية والبحرين واصفين نظامي البلدين بانهما تابعان للولايات المتحدة وقد عرض التلفزيون الرسمية الايراني صورة حشود كبيرة تهتفوا باسقاط هذا المشروع معبرين عن غضبهم على نظامي الخليفة والسعود بهذا الخبر ننهي نشرتنا شكرا لكم على حسن المتابعة والى اللقاء